هل يخاف سمير صبري من المرض؟ هل إيه؟ هل تخاف من المرض؟ أكيد تخاف من المرض مين ما يخافش من المرض يعني؟ يعني أنت ممكن تقولي مش هخاف من الموت لأن الموت ده يعني مكتوب علينا صحيح لكن يعني النعم الكبيرة جداً اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يديها للبني آدم هي صحته نعم أنا أوقات كتير قوي أكون في حالة نفسية سيئة لسبب ما يعني أغمض عيني كده شوية وأروح فتح عيني وأقول أحمدك يا رب إن أنا شايف أحمدك يا رب إن أنا بقدر أمشي أروح الحمام لوحدي أحمدك يا رب إن أنا ماشي في الشارع فألاقي حد يقوله سيد سمير هاي الصورة معاك حب الناس ده يعني لما ربنا أحب حد بيحب تخلقه فيه صح ولا لأ؟ طبعاً فأكيد أخاف من المرض أن يعني مهما كانت قوة الإنسان فالمرض بيحب لكن لكن بالإيمان الإنسان ممكن يتغلب على المرض شادية المطربة جالها سرطان في الثدي وشالت وقتها يعني وقابليها كان فيه ممثلة اسمها شيرلي تامبل أمريكانية صحيح أول واحدة عملت حاجات في الثدي وشادية تغلبت على ده إنها قالت أنا حنتصر وحشتغل وغنت أغاني دينية قبل ما تفكر في الاعتزال النهاء يعني أنا نصحت لأي حد بيخاف من المرض أنه إيه يعني أنا لما يجيلي برد الناس تقولك إيه قعد والدفة ما تخرجش أنا أروح النادي ألعب أنزل لو في الصف أنزل البسين نخد بالك كذا أتغلب أنا على المرض كما تغلبت إليسا وبقولها الحمد لله على السلامة إنها قدرت فعلا تتغلب وتبقى قدوة للآخرين إنهم ما يخفوش يحكوا يخصحوا ودايما الكشف المبكر في الحاجات النسائية دي مهم جدا جدا شكرا